قبيل فجر الحادي عشر من تموز سجلت نتيجة الفاشلة الثانية لمحاولة اغتيال استهدفت رئيس الحكومة والقائد العام لقوات المسلحة انتشر الخبر في انحاء العالم بعد زوبعة رصاص اجرامي الخبر الذي وثقته التغيير بمصادر اتبعت بالصوت والصورة كشف فيه عن ثلاث طائرات مسيرة اطلقت من جسر الجمهورية اسقطت منظومة سيرام التابعة للسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء اثنتان لتصيب واحدة منزل الكاظمي الواقع في المنطقة الشرقية بالخضراء فخلفت اصابات في صفوف حماية الكاظمي واضرار مادية كل ذلك السيناريو لم يحرك ساكنا في طرف من اطراف هيبة الدولة واجهه الكاظمي بهدوء البراغمتي المتمكن بسلاح القانون وشجاعة قوات الامن العراقية الذي لم يكل في الذود عن امن العراق فقد تعرض منزلي الى عدوان الجبان والحمد لله والشكر انا ومن يعمل معي بألف خير ان قواتكم الامنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق وان الصواريخ الجبانة والطائرات مسيرة الجبانة لا تبني اوطانا ولا تبني مستقبلا ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل افضل لكل عراقي التفاصيل كشفت عن تعمد باستهداف شخص الكاظمي مباشرة وضرب استقرار العراق بعد العثور على مقذوفات على سطح منزله لم تنفجر لكن انفجرت دول العالم المتقدم على رأسها امريكا وقادة العرب مجموعين مشددين على شجاعة الكاظمي ذلك الذي قصف بسلاح من نوع خاص سلاح الهدوء والاتزان ليرد الكاظمي باسم الوطنية المطلقة على زوبعة عكرت صفوى الاجواء لساعة او اقل فيعود الشهيد الحي معلنا انه مشروع فداء للعراق